أمير ابني سمعني تعال معي شوي أمير كانت كذبة كبيرة كانت عم تكذب علي كل الوقت يا الله قديش غبي روق إذا مو مشاني روح مشان أبوك مو حلوة قدام لضيوف عيب شبك شو صار لك إيه ده أمير روحها البيت بسرعة عم تفهم علي غلطت معي كتير دمرتلي حياتي بعملتها هاي تعال 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 معي يلا أمير مين هاد أمير أمير صح هذا بيكون أخوك بيدرس بإسلام أباد ما هيك تمام منيح النوع جه الكاميرا زين أنا كتير تعبانة معلش فوت ارتاح شوي ليش هيك عملت معي؟ ليش هيك ساويت معي؟ إحدى جاوبيني إحدى حياتي كلها؟ ليش طفيت الأمل يلي جواتي ويلي كنت عايش مشانه؟ أمير ما بصير تصرخ وتسمع العالم والله ما بعرف شو أعمل معك أمي ما علش أنا رح جاوبه؟ أنت روح يهتمي بالمعازيم وأنا رح أحكي معه ليه دا أمير بس خلاص لا عاد تحكي ولا كلمة شو شايفتيني؟ ولا تغبي معيك؟ ولا شي واحد مجنون؟ شو مفكرة؟ كنتي مفكرة أنك تضحكي علي بكلمتين وتتزوجي غيري وأنا أظل قاعد أتفرج عليك وأنا ساكت؟ لا أنت لقي ليه بس عم تفهمي لقي ليه بس أمير ما رح تكوني لغيري خلاص تركني عم تؤجعني خلاص ما رح أتركيك ما رح أتركيك مستحيل أتركيك أنت لا تخافي ما رح خليك تموتي بس رح تدفعي التمن رح تدفعي التمن اللي عملتي فيه أمير قلتلك تتركني لا تركه واحد وقح بلا أتب ما بتحترم الناس اللي أكبر منك ليش عم تضرب أختك الكبير وتهينا؟ خلاصنا رابيل معنا أختي فهموا بدك تضربني اضربني اضربني يلا بابا ضربني يلا حتى لو قوصني بنص قلبي رعبيل ما رح تكون أختي مستحيل تكون هيك عندي أنا بحبه من كل قلبي بحبه من لما كنا أولاد صغار ليش ما حدا عم يفهم علي بابا أنا بحبه ليش ما عم تفهموا الشي ليش ليش أمير 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 شو صار لك؟ أسد شو صار له أمير؟ شو بوا؟ أمير شو شايفتيني؟ ولا تغبي ما هيك؟ ولا إشي واحد مجنون؟ شو مفكرة؟ كدي مفكرة أنك تضحكي عليّ بكلمتين وتتزوج هيلاري وأنا ضل قاعد أتفرج عليكي وأنا ساكت؟ أهلين أهلين بنتي نيشال السلام عليكم وعليكم السلام حبيبتي سلمي يلا تعالي بنتي انتبهي حتى ما تأذي أخوكي بعدي عنه كيفك حبيبتي؟ نيحة أسد هالبنت مبينة خايفة ومتأسرة كتير باللي صار حرام كيف رح تقدر تنسى أهلاك؟ هيك الله كاتب لي أنا في سحة بس من اليوم رح تكون بنتنا مثل أمير ونيشاله رح نعاملها مثلهم بالضبط بنتي شوفي هاد أخوكي الصغير أمير شوي شوي هلأ بفي أخوكي صار لازم تهتمي فيه تفقنا؟ رابيل بنتي خلي عينك على أمير ما يقع على الأرض ويقزي حاله ماشي بنتي؟ آه آي آه شو صار لك أمير؟ شفتي رابيل ما قلتلك إنه رح يقع؟ كنت انتبهي عليه أنا الدكتورة وين عم يوجعك؟ يلا حبيبي هاي دكتورتك رابيل إلا وين عم يوجعك؟ هم؟ موسيقى 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 برافو علي صحة وعافية شايفي يا نفيسا؟ كيف أمير بيضل مع رابيل كل الوقت ومبسوط؟ عم يأكل نفس الأكل اللي بتاكله وبيدرس معه على طول وما بينام بدونه شو ما صار؟ أكيد عم تتعب معنا هالبنت لأنه عم ما تضل تنتبه على أمير كل الوقت شوفيني أعمل يا أسر؟ شوف بعينك أمير ما بيحب يقعد إلا معه ما بده حدا وما بيرضى يأكل أي شيء إذا ما طعمته بإيده ايه شايف وأنتي لقيتي أحسن من أي روضة لأنه بتنتبه على أولادك لا تقول هيك مرة تانية أساد ما عندي فرق بين رابيل ونيشال وأمير كلهم مثل بعضهم لا تعيد هالجملة مرة تانية لا حبيبتي أعم أمزح معاك لشوف شو ردك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر